السلام عليكم كده يرين هنا بس عليكم إن شاء الله تكونوا بي خير وعلى خير أسقا سنباكي لقاء امازيغين اللي متبعيني هنا في القناة اليوم السنة الامازيغية سوف نشارك معكم كريش حتفلنا في هذا النهار هذا هنا اول شيء كنت نشاهد معكم هذه المخيدات كل مرة نصورهم سوف نشاهد لكم لاباج من عندما نأخذهم سوف نأخذهم من نفس الصفحة سوف نجمع لي الشام براكم عارفين هذا الروتين سوف نجمع بلاسنا باستخدام باستخدام لا نعودوش نرجعو لنفكرو اننا نعسو ما زال و يمكننا رجوع اللي بخود به كل ما زال الأشياء المخيفة كنت نشارك معكم بالنسبة لهذا العطر جديد المسك من عند إبراهيم القريشي أخذت هذا الأبيض ريحته تحمق ريحته نظافة مع أخوته تقريباً كمتلاً كمتلاً يحمقوني هذا الأمساك يجبوني بزاف بزاف و نبقى نتعطر بيهم هكا في الدار و نتعطر بيهم و نتبعني السنين هنا في القناة و ستعرفوا أن هذا هو الجيلنت و أنا لم أكن أدلونه و كانوا استعماله دائماً و هو هذا الوانيوذي في فيلاج و هذا الوانيوذي تبدل و لكن كنت أخذها و لكني أخذوا ماذا كبيراً في شكل دائما قبل أن تكون جديد الصغير فيها مثل هذه الأبنات الذين يريدون تستخدمهم ابل قبل أن وضعهم الحضوى وعلى قبل أن يأخذوا الأبن بفكرة لأن هذه الأبنة هو أكثر أرهوح أن تنطلق لأننا القائلة لا يوجد الشكل الشكل بالنصر لم يوجد هذه الأبناء نهائيا تستطيع استعملوا حتى الناس لديهم الابو سنسبل رهيليق لهم لا تخافوش منه هذه القرية للزهر كما كنت لكم داروا لكم الفورمة الصغيرة ها هي لك انتم بغيين انكم تجربوهم وخلاص هادو ثلاثة ديال القوماجات المعتمدين عندي ودائما كتشفوهم في الروتين ديالي اول واحد هو هذا ديال فكدو بغباغي هذا قوماج بالحق داروا لكم في حتى هو الفورمة الصغيرة للمنات لأي وحدة فيكم بتجربوها محك والله الى هذه فرصة ها انتم مدروا لكم في غير هادو الصغيرة كي بقوبتها من زمين انا كنت كان اخذ الكبار هما اللي وليت خديت النيت هذا ولي كان اخذ حينت انا عارفة هادو القوماج بالشي حاجة اللي زمينة مشبع بالزيوت وتتوكي خليكم حد الرطبية في البشرة ديالي لكم اللي فنة شوفوا كيفاش كي يجي من الداخل حالا كبحال شكل شكرا وفي حبيبات صغار ما تشوضح لكم ولا الله كاتقومي ببشرة ديالك كاتخرج كاتشعل يوماني تخصني دير شي سوان زوين البشرة ديالي سيخصو بقيت ندرك شي ميكا في الليل باش ندلكم تصويرات نحطو لكم في انستغرام عاد خلاص كين هادو الشوكولة هادو انفو تحلي كتشمي واحد رحة الشوكولة طالعة من عاودة ويقفش حزوينة هاتو والبنات كيجي بحال هكا وكتعرفوا اصلا المنافع ديال الشوكولة شحال كتار بالنسبة للبشرة ديالنا وحتى هو كيجي في واحد حبيبات القاقر دا ما يكونوا شوضح لكم بزر ولكن كيجي واحد الحبيبات لي ما كيجرحوش لكم البشرة وفي نفس الوقت كيجومي وهالي يكون مزيان هذا البنات خطير كتعرفوه بالليل كاكا وكاتين واحد اللي كلاوارة للبشرة فلا كيجي قامت لكم هذا الصغير وهذا الكبير الذي انا اخذ به هو الذي اخذ استخده انا اخذت الصغير ونغير باش نبارتج اليوم معكم نقول لكم باللي الجديد فلا ما ارقا الذي كان بغا بغا انها تجرب وعد خلاص كين هذا كما تشوفو هذا كما تتعرفوا خرقوم بلدي كما تعرفون كمان خرقوم بلدي يوجد منافع فيه غير هذا يأتي الاشكال بودغ هذا بحالها تخلطي معدن ومسس تدري على البشرة لك لا تنسوا ان اخذت فيه الكبير بالنسبة للبشرة في نيويورف في فيلاج ستجدهم أشأة كوسميتيك ستجدهم أشأة كوسميتيك ستجدهم أشأة كاملة التي اشاركت معكم كما كانت تجربت تستيلة مارك ستجربتها على البشرة و تجدها معها و لا لا سأضع لكم مين بالنسبة للفورماة الصغيرة التي اشتريت معكم سأضع كاملين ركينين تماما سأضع الوجهين جيدا قبل أن نقوم بلديها لديها مجرد لديها مجرد البشرة لديها خاصة لكما تستعمل سأختار واحد فيهم سأستعمل اليوم سأغلق سأغلق من المطقة سأغلق يكس olmة سأغلق أبوك قليل سأغلق اول حاجة اخطرت اليوم باش ندير هادا القهوة اللي قلت لكم في واحد الحبيبة ترقاق وكي اعطي واحد لي كلف البشرة اللي زوينة بزف بزف انا غادي ندروا له قتال اللي غادي نمشي نسخن هكال حاجة ديال الفطور الفطور صراحة كان عندي كل شي موجود كنتم كومونديالي لقبل من عند اسماء ديليس خليت عندها الملاوية خليت عندها الحريشات خليت عندها شحن من حاجة غادي غادي نسخن ونحط طبيلة ديالي ونشاركها معاكم حاجة ديال الفطور صراحة كان هنا اخواتي يالله عاد فاقو عمرت اتاك كما اشتو معايا كما قلت لكم الملاوية راني كنتم كومونديا ومند اسماء كومونديا عندها حتى هاد الكيك ديال شوكولا لكالمدق ديالورا ايه جدا ديال جبن من الداخل اللي صراحة جبنين بزاف كومونديا عندها حريشات حتى هما طيبة البيض حتى تشود المكسارات وخديث عندها هاد الكنافة ميني كنافة تجي معمرة من الداخل جيدة بزاف يا لبنات هذيك الكنافة جربوها كديرها لكم نكاهات اللي كديرها مختلفة زوينة بزاف طيبة كيمكت لكم حطيت صلاة تخوي حطيت جبان الزيت ذاكش اللي كنفطروا به الفرماج ذاكش اللي ديال كل نهار صافين بعد ما فطرنا الحمد لله والشكر لله فطرنا على خاطرنا كتعرفوا باش كتكونوا مجموعين وما كينا لا قرايا ما تابعكم متاشي حاجة اعتروا كتفطروا في خاطر خاطركم دا بعض نقطة تشغلات ديال الدار بيانسور عامنوني اخواتاتي كل واحدة دارت صراحة حاجة انا جيت للكوزينة جيت تكلفت بها غسلت ما عندرتهم فلولا فيسل صراحة مش غسلتهم الله يرحمني هالواليين كاتهنيني جمع تكون شي فلولا فيسل يتغسل دووست الكوبولد تايا كاتهنيني في الدجفة ديال الارض كتتخرج لي الارض يكتشعل كتشق بلا منظر بلا تمارا لا تشي حاجة واكيد من بعد ما سليت كل شي دنيا نقية الدار كتشعل شوية البخور بشاكة تبقى يروي حزمينا في الدار بالنسبة لغضها النار النات انا صيبت الرفيسة كيما كاتشوفوا صراحة كان اندي مدجا في الكنجيلاتا وصفية صيبت بينما كتش رفيسة ونحط لي المنطقة ونقربها بالنسبة لغضها الحياة ونقرب نقرب أكيد من البخور ونقرب سيمانتهم دائما لزيارة في الدار ثم تشيحوا كيف نيما كيف ترغب لها نتوحيها قبل نقرب لغضها كيف ترغب لغض اعجابة ونقرب أحمره اوه ديالنا ونقرب رفيسة رفيسة ألنا اشهد فيها ولكن اصراحة الأكيرات كانت أورا ترغب لها بالنسبة لغض الارض العروض اشتركوا في القناة 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 المهم الله سوف تتلبسي الصغر صوفيا سوف تتلبسي الصغر صوفيا حتى تبقى بحيدة تشغيل مقابطات ودك الشيء الصغر سوف ننشاهد هل سوف ننشاهد هل سوف ننشاهد وإذا لم ننشاهد سوف ننشاهد صوفيا عرفت لي لبناط انا نهار كان عندي لبحل الاجواء اليد الكبير لا يسمح لي شهيته تسمح لي اليوما جبنا الضوارات كنا مجموعين كما تلكوا أخوتتي وليت عيط على والدي حتى هما رحقوا علينا مهم أخوتي كاملين وغيزة الهين تكلفتنا بالعشاب هاد النهار ما صورت لكم شونا بزاف دي الحاجات لانا وهي رصيبتنا كل شي غيزة تبارك الله على ما ان شاء الله كتصرع التقليه ودرنا بولفاف شنشي تختي هاد النهار تلك لكم مرة الجو والله بحل تقولوا العيد الكبير جانيا نجو بحل جيل العيد الكبير تكون عائلة كم جموعة وكتكونوا مجموعين وكتديروا ذلك التقليه واسميتوا انتم مراكم عارفين صراحة دوزنا أجواء اللي كانوا زويني تبارك الله الحمد لله والشكر لله قلت لكم غيزة الهين تكلفتنا بالعشاب صيبتنا البطبوض قلتنا التقليه عرفتوش حال جاتبينينا عرفتوش حال جاتبينينا هي كما قلت لكم تبارك الله ما ان شاء الله كتصرع هذا اختي لها تصيب علينا هذا النهار وقلسنا تعشينا سبقنا العشاء واللي ولبنا تعشينا في خاطرنا عاد من بعد غانمشي باش نوجد صوفيا البطبوض بيسا ديها واللي بصحتها انا يوم اشارك معاكم بالنسبة للرازان كيم ما قلت لكم ما خلتنيش نهائيان دلاش حالا نهائيان ذاك شاش ما بقش لبسة ما بقش صورتها معانا ومدرت لها واحد صورة غيخ تفطها لي غير بالزربة وصافية امرا ما خلتنيش كيم ما قلت لكم مانديش معا مشكل ولكن را ظن را بقى صغيرة راكم عارفين دلاش صغير صعيب باش تصوروهم عشو فش كان مغين دلغاش تصورة معاهم هكا ونحتر لكم في الانستغرام وقصي وليل بناتوا تشوفوا الكواليس شينهار غنشارك معاكم الكواليس اراه ما يمكنش زا ما الواحد فاش كي يشوف تصورك جي سهلا ولكن را عارفوش حد العداب راكم عارفين دلاش صغير ما كي يرصاش صعيب باش انك تخذ معاهم تصورة مقادة ولا تصوري وما كاشي تصوري لك تكون مقادة المهم هذي كي الحلوة دي لهم اللي يحفظهم يا ربي امين يحفظ لكم وليلتكم حتى انتم شو قدت لبسنا الليبسات الشلحة انا وصوفيا كي جاتنا صوفيا جاتنا زوينا وكي شوفوا غرازة حلفات اللي لبسات انا مضربة معا مابغادش نهائيا هاي وصوفي خلص على خطر عدمنا تصورات انا وصوفيا حتنا نحطو لكم انشاء الله في الانستغرام يا كاسوسو بصراحة الليبسات الشلحة بغير موزمينة جميلة تحييات ايمازيرا في المكان وقعد متلين تبعيني وشلحات تحييات كبيرة لهم انا سوف نصور لكم دابط طويلة ديالنا ونبسا يبنى طويلة هكا غي صغيرة بناتنا سوف نبتجي معكم كماندي تلبينات بركوكش من عند اسماء دياليس الحاجات كان لي كماندي تلبينات من اسماء دياليس هذا بركوكش كي يجيب ام لو كي يجيب بنين مشهيد كون فيه وهذا القاتو ديالنا غير هو الرقم غاي بلي كون بلي اسماء غلطات ما رضيناش البلغاء نهائيا تاي فاش كانت بتركوط الفات وغلطات نوع ما المخصة تكون 2974 غاي هي غلطات كي ما كتلكم في التركاب ديال الرقم ما رضيتش البلتة انا تاقل ولي لبنت في الانستغرام عادش تهوف ماشي مشكل وصيبت لي حتى لعصيدة راكم عارفين بالحاجات وللاطباق اللي كيكونوا في الطبيلة ديال السنة الامازيغية هي لعصيدة وبركوكش صراحة كانوا اجواء زوينين وكي ما كتلكم انا صراحة وخا وخا ماشيش للحاوة لكن كي يجبوني هاد العادات والتقاليد كان حماق عليهم وكي يعجبني انني نديرهم هاكا ويشوفهم ولي داتي ويكبروا على هاد العادات والتقاليد زوينة بزاف اخر حاجة حتى ندي سيرته وقت عنا لقاتوا اللي كان ببينين تبارك الله بليف خوي غوش صايبة توليا اسماء تبارك الله عليها ان شاء الله ودووزنا وقيتها زوينا تحكنا نشتنا تفرجنا في الصهرات ديك الليلة كانوا اجواء لي رائعة جدا مهمة الغزالات انا نقول لكم تصبحوا الاخير تهلوا ليوا فروسكم وان شاء الله حتى نتلقوا في فيديو اخر سلام عليكم